طلب الكويت توسيع صفقة المقاتلات الراغبة بشرائها إلى أربعين مقاتلة من طراز FA-18A وFA-18F والمعدات الخاصة بها استدعى ذلك الطلب توقف بعض المراقبين عنده حيث باتت الصفقة تتجاوز عشرة مليارات دولار بعد أن كانت بقيمة ثلاثة مليارات فقط ونقلت صحيفة الراي في عددها اليوم استغراب بعض المصادر من أن تلجأ الكويت إلى طلب مثل هذه الصفقة في وقت تطرح فيه الدولة سندات خزينة للاستدانة قيمتها خمسة مليارات دينار داخليا وخارجيا وترفع الدعم عن المحروقات